من جانبها أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسن أن الاتحاد الأوروبي يعمل على وضع منهج شامل للهجرة داخل الاتحاد وأضافت جوهانسن أن مصر لعبت دورا كبيرا في استقبال اللاجئين أود أن أبدأ بالاعتراف بأن هناك دورا لعبته مصر على مدى السنوات القادمة حيث كانت تستقبل اللاجئين وتوفر لهم إقامة طيبة وبالطبع أن هناك عددا كبيرا من السودانيين وصلوا إلى مصر بما يمثل تحديا كبيرا بالنظر إلى تحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجهونها أعتقد أن هناك مكاسب عديدة تتحقق من خلال تعاوننا في مجال الهجرة أعتقد أن هناك محفظاتي لجمالات وصلتكم من خلال تعاونيات فتحنا